كبيرة على إسرائيل لكي تقوم بعمل عسكري وليس لدي أي معلومات فيما يحصل فيما سوف يحصل في المستقبل ولكن إذا بقي الوضع كما هو عليه أمريكا لا تضع شروطا على إيران مثلا بوقف الانتاج النووي بالكامل بوقف انتاج الصواريخ لذلك إذا لم تقم في هذه الأعمال إذا لم تهدئ من المنظمات الإرهابية التي تقوم بأعمال معادية لإسرائيل فهذا يعني بأنه يدفع إسرائيل إلى القيام بعمل عسكري لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة في العالم التي كان بإمكانها أن تفرض شروطا وعقوبات اقتصادية وغير اقتصادية على إيران ولكن اليوم نجد بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي إذا أرادت أن تقوم بعمل عسكري أمريكا ليست بجانبها في الوقت الخاضر طيب